السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 12 من الشبطر السابع مواصلين معكم حل الإكزامبل عند 80% أصدير أخذ خط رأسي عند السبيكة المطلوبة وأخذ خطوط أفكية عند التمبريتشر المطلوبة أبصت لقيت أتقاطع درجة التمبريتشر مع الخط رأسي في هذه النقطة سمتها واحد ومشيت جهة اليمين لغاية لما قطع أول كرب سمت واثنين وانزلت بخط رأسي جبت النسبة دي ومشيت جهة من نقطة تقاطع جهة اليسار لغاية لما قطع أول كرب يقابلني وجبت النقطة دي يبقى أنا عندي الفيز أولا مادئيا عندي الفيز عبارة عن ألفا زائد بيتا لما أجد أشوف الألفا زائد بيتا أجيبهم إزاي أدي الألفا بتسوي النسبة البعيدة اللي هي واحد ناقص اثنين أو اثنين ناقص واحد على اثنين ناقص ثلاثة فبتسوي تمانين ناقص ثمانين على تمانين ناقص ثمانين على تمانين ناقص ثمانية بتسوي تمنتاشر على تسعين في مية بعشرين في المية تعالوا نشوف نسبة البيتا ألاقيها عبارة عن 1 ناقص 3 على 2 ناقص 3 1 ناقص 3 على 2 ناقص 3 يعني 80 ناقص 8 على 88 ناقص 8 لاحظ أن نفس المقام واحد يعني 72 على 90 ولو وجمعنا 18 زائد 72 على 290 يبقى يداني 80% يبقى معنا كده الألفة هي نسبتها الأقل عملت شوية حاجات مظللة بسيطة وسميتها ألفة والبقى يبقى بيتا ولاحظ أن 2080 يعني 100% تعالوا عند درجة حرارة 200 قادل خط رأسي اتقطعه ل2 في نقطة من نقطة التقطع 1 داش مشيت ناحية اليمين اللي غيرت معطع أول كيرف يقابلني نزلت بخط رأسي جبت النسبة ومشيت نجاهة اليسار من نقطة التقطع اللي غيرت لمداني 3 داش وجبت النسبة وانا عندي القلق زائد ايه زائد بيتا قادل لكويد زائد بيتا يبقى نسبة البيتا لقيتها عندي بتساوي 98 ناقص 80 على 98 ناقص 78 18 على 20 في 100 بينما لقى نسبة الليكويد 80 ناقص 78 على نفس 98 ناقص 78 يعني 22 على 20 يبقى عندي هنا 90 في المية و10 في المية يبقى عملت نسبة صغيرة أول وسميتها لكويد والتانية سميتها بيتا أما عند 300 فبسيت لقيت النداني single phase اللي هو الليكويد وطالما single phase يبقى 100% أعمل دائرة فضية وأسميها 100% وبكده تبقى انتهت المسألة ترجمة نانسي قنقر